ذكر المفسرون الكثير من الأقوال في أهل المؤتفكات فقال ابن كثير والمؤتفكات هم الأمم المكذبون بالرسل وخطيئتهم هي التكذيب بما أنزل الله عز وجل وبما أرسل به الرسل فالمقصود بها كل الأمم التي كذبت رسلها وقيل إن المقصود بها قارون وقومه ولكن أغلب المفسرين قالوا إن المؤتفكات المقصود بها قرى قوم الوطن عليه السلام قال الطبري رحمه الله هي القرى التي اتفكت بعملها فصار عاليها سافلها فأهلكهم الله عز وجل بالخاطئة وكانت خطيئتهم إتيانها الذكران في أدبارها وكان من عقاب قوم الوطن عليه السلام أن أرسل الله عز وجل إليهم جبريل عليه السلام فجعل عاليها سافلها حيث رفع القرى إلى عنان السماء حتى سمع أهل السماء أصوات القوم وصياحهم ثم جعل عاليها سافلها وهوابها في الأرض ثم أرسل الله عز وجل عليهم الصيحة وأمطرهم بحجارة من سجيل من السماء فكانوا شر قرية على وجه الأرض إذ كانوا يرتكبون أشنع الموبقات والفواحش والمعاصي وأفضعها مما لم يسبقهم إليه أحد من العالمين فأرسل الله تعالى لهم نبيه لوطن عليه السلام وهو لوط بن هاران وهو ابن أخي إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وكان قد آمن لوطن عليه السلام مع إبراهيم عليه السلام وهاجر معه إلى أرض الشام أرسله الله تعالى إلى أهل قرى سدوم وما حولها من القرى وكانت سدوم مدينة كبيرة مشتهرة بالتجارة تقع في الأراضي الكنعانية في منطقة البحر الميت فعاش بينهم لوطن عليه السلام يدعوهم إلى عبادة رب العالمين سبحانه وتعالى وترك الشرك به ونهاهم عما يفعلون من القبائح والفواحش والمنكرات خاصة الفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين وهي إتيان الذكران ولكنهم رفضوا دعوة نبي الله لوطن عليه السلام وأصروا على فجورهم وفحشهم وكفرهم بل واستضعفوا نبيهم وتسلطوا عليه ولم يؤمن منهم إلا بنتاه وأصروا على عنادهم وكفرهم وفعل الفواحش كانوا يأتون الرجال شهوة كما يأتون النساء وكانوا يقطعون الطريق ويؤذون المار ويأخذون أموالهم ويقتلونهم وازداد البلاء على نبي الله لوطن عليه السلام فلم يؤمن به من قومه إلا قليل منهم حتى زوجته كانت غير مؤمنة بل كانت تعين قومها على الفاحشة وتدلهم على من يدخل القرية وكانت راضية بأفعال قومها الفاحشة القبيحة موافقة لهم على الرذائل والمنكرات التي يقومون بها حتى إنها كانت تخبر قومها بضيوف نبي الله لوطن عليه السلام ليأتوهم ويرتكبوا الفاحشة معهم ولما أصر القوم على كفرهم وما هم فيه من الفواحش والمنكرات أرسل الله تعالى ملائكته لنصرة نبيه لوطن عليه السلام فجاءوا في صورة شبان حسان الوجوه ولما رأتهم زوجة لوطن عليه السلام خرجت مسرعة لتخبر قومها عن الضيوف وجمالهم وحسنهم وبهائهم فلما سمع القوم ذلك جاءوا إلى لوطن عليه السلام مسرعين لينكحوا ضيوفه وإيذائهم فخرج لوطن عليه السلام وأغلق الباب وجعل يجادل قومه من وراء الباب أن هؤلاء ضيوف يجب إكرامهم ثم دعاهم أن يتزوجوا النساء التي أحل الله عز وجل لهم قال تعالى وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد فأصروا على ما يريدون من الفحش والفجور فتألم لوطن عليه السلام أنه ليس له أحد يحميه منهم قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ولما رأت الملائكة شدة الكرب الذي أصاب نبي الله لوطن عليه السلام بسبب قومه الفاحشين أخبرت الملائكة لوطن أنهم ملائكة الله وليسوا من البشر وأن القوم لن يستطيع الوصول إليه ولا إيذائهم فلما أراد القوم دخول المنزل عنوه خرج لهم جبريل عليه السلام وضربهم بطرف جناحه فأعمى أبصارهم كلهم قال تعالى ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر فعاد القوم الكافرون إلى بيوتهم عمية يتلمسون الجدران ويقولون لقد سحرنا لوط ما زالوا في الضلال المبين عند ذلك أذن الله تعالى للوطن عليه السلام أن يخرج من قريته وأن لا يلتفت ومن آمن معه إلى القرية فخرج مع من آمن معه ليلا وفي صبيحة اليوم التالي أنزل الله عز وجل وهو العزيز الحكيم أنزل على قرى سدوم العذاب الأليم وكان من بينهم امرأة لوط فأهلكوا جميعا حيث أرسل الله عز وجل بقدرته عليهم صيحة شديدة من السماء وقلبت قريتهم فأصبح عالي المدينة سافلها وأرسل الله عز وجل عليهم حجارة وحمما صغيرة كالمطر تنزل عليهم تهلكهم وسماها الله عز وجل في القرآن المؤتفكة قال عز وجل في سورة النجم والمؤتفكة أهوى وسموا بذلك لأن قريتهم ائتفكت بأهلها أي انقلبت رأسا على عقبه ثم أرسل الله عز وجل عليهم صيحة من السماء وأتبعها بحجارة من سجيل قتلتهم وأهلكتهم جميعا بقدرة الله عز وجل سبحان الله العظيم إن في ذلك وفي مثله لآية وما كان أكثر الأقوام مؤمنين وإن ربك سبحانه لهو العزيز الرحيم ترجمة نانسي قنقر